مواد التخصص طبعا بنقول ماكينات نجارة الأساس أو مادة المعدات الصناعية هي الآلة اللي بتساعدنا أو بتخدم التخصص عندنا وبتخدمنا إن هي بتطلع المنتجات على أحسن شكل وأفضل جودة طيب لما نتكلم عن الماكينات إحنا الفرقة الثالثة كل الماكينات معدات تقيلة يعني مي معدات تقيلة؟ في الفرقة الأولى اتكلمنا على المعدات أو الآلات اليدوية في الفرقة الثانية اتكلمنا على العدد الخفيفة الفرقة الثالثة بنبدأ ندرس الماكينات بشكل كبير جدا تقريبا بندرس كل ماكينات النجارة طيب لما نيجي نتكلم وقلنا قبل كده إن إحنا مادة المعدات الصناعية بتتكون عندنا من أربع مجموعات قلنا المجموعة الأولى بتتكلم على ماكينات الشق والنشر والشرح وهي ماكينة الشريط، ماكينة الصينية، ماكينة الأركب المجموعة اللي نتكلم عليها مجموعة رقم اتنين النهاردة وهي ماكينات المسح والتصفية بتتكون إيه ماكينات المسح والتصفية وهتفيدنا في إيه مستر في التخصص أول حاجة في ماكينات المسح والتصفية هنتكلم على ماكينة الربو ماكينة اتخانة، ماكينة الصنفرة طيب التلات ماكينات دولت من أهم الماكينات لا يقلوا أهمية عن المجموعة رقم واحد طبعا إحنا كل المجاميع اللي عندنا مهمة ولكن بتشكل ماكينات المسح والتصفية أهمية كبيرة جدا ولا تخلوا ورشة نجارة أو أي حد شغال في مهنة النجارة الأساس من التلات ماكينات دولت لأنهم هم بيساعدون بشكل كبير جدا أن إحنا نطلع جودة شغل حلوة وفي نفس التوقيت بنطلع شغل بشكل أسرع طيب أهمية ماكينة الربو بالنسبة لنجارة الأساس طيب قبل ما نبدأ في الشرح بتاعنا الماكينات دي بتعمل عملية استعدال للسطح وتحديد التخانات بالنسبة لماكينة التخانة وماكينة الصنفرة بنقول عليها ماكينة تشطيب خلاص؟ هنتعرف طيب أنا المطلوب مني يا مستر في المعدات أو الماكينات اللي أنت حضرتك هتشرحها النهاردة قلنا في الحلقات السابقة أن إحنا عندنا أوجه اللي استعمال وما بيزيدش عن سطر أو سطرونس تمام؟ تاني حاجة هندرسها أهم الأجزاء بعد كده رسمة مبسط للماكينة بعد كده التشغيل بعد كده الصيانة يبقى خمس حاجات أنت المخروض كطالب تعرف أنت مطلوب منك إيه في الماكينات بشكل عين خلاص؟ الكلام اللي بينطبقه على ماكينة التربوه هو اللي بينطبقه على جميع الماكين اللي هما الاثناشر ماكينة اللي بندرسهم خلال الفرقة التالتة طيب لما تيجي تتكلم على أوجه للسعمال بتاعت ماكينة التربوه تستخدم في إيه؟ ببساطة جدا تستخدم في استعدال وش وحرف بس كده قال لي آه بجع استعد الوش وحرف طب ليه بستعد الوش وحرف؟ قال لي عشان أقدمها الماكينة التخينة طيب بتعمل إيه تاني؟ قال لي لا ده بتعمل عمليات تانية بتنفرد بيها الماكينة ديّة بتعمل أفريز؟ بتعمل مفحير؟ بتعمل حلايا؟ إيهدة؟ حلايا؟ طب مش ماكينة الحلية ديّة في ماكينة عندنا اسمها ماكينة الحلية؟ آه ولكن الكستير طالما ما كان بتتحرك على عمود كستير ممكن أغير في عمود الكستير دوت بشكل حلية اللي أنا عايزها وابدأ أن أنا أشكل في الشغل بتاعي تمام؟ أن أنا أغير العمود بدل ما هو عمود بيدي بنقول عليه استريد بنحط شكل حلية سواء جاية أو بسطوم أو خشخان أو أي كان نوع حلية اللي أنت عايز تشكلها بتحطها على شكل الكستير بتاعك خلاص؟ طيب وإيه تاني؟ قال لي مهم جدا أن أنا أقول لك أن هي بتستخدم في سلب أرجل المناضد والكراسي وده من الحاجات اللي إحنا يعني هنشرحها في الحلقة النهاردة إزاي إحنا بنسلب بنعمل سلب الأرجل الكراسي والمناضد وسؤال مهم جدا للدبلوم لأن كل جزئية إحنا هنشرحها النهاردة هنركز فيها السؤال بيجي فيها إزاي؟ تمام؟ وطبعا ما كانت تربوضية من الماكينات اللي هي بتانفرد ببعض عمليات فبالتالي إحنا بنركز عليه في امتحانات الدبلوم طيب تعال نتعرف على ماكينة النهاردة ونقول أول حاجة هندرسها النهاردة ماكينة الربو ماكينة الربو الاستعمالات بتاعتها استعمالات الماكينة لاستعدال ومسح أسطح المشغولات وأعدادها للتصفية على ماكينة التخانة طيب علاوة على ذلك إيه بقى يا جماعة؟ قال لك تستخدم لأغراض أخرى ققشت أحرف المشغولات تمام؟ إن أنا عايز أعمل شطف أو أي كان الشكل اللي هو مثلا لأن الماكينة تربوية يا جماعة ممكن أعمل عليها كسر سوكة أو منحنة طيب وتستخدم لأغراض أخرى ققشت أحرف المشغولات وتفريزها بأعمل عليها إفريز كمان ونتعلم إزاي النهاردة إنما إزاي أعمل إفريز على الماكينة وسلب أرجل المناضد والكراسي بدون تغيير الكستير يعني إيه؟ أنا مش أغير الكستير بتاعي وهعمل عملية سلب أرجل المناضد وهن يعرفها من خلال التشغيل بتاع حلقة النهار كما يمكن عمل مفاحير وحلية ودية اللي تكلمنا عليها في المشغولات بتركيب كستير مناسبة يعني أنا بركب على حسب الحلية بتاعتي كستير في قلب ماكينة الربو فبالتالي بتقدم لي شغل ممكن مكانة تبقى متخصصة زي مكانة الحلية ولكن لو ما عنديش مكانة حلية ممكن تقوم بها ماكينة الربو طيب يا بستر طب بعد الاستعمال هناخد إيه تاني؟ قال تعالى الأهم الأجزاء أهم أجزاء المكينة أول حاجة جسم المكينة قلنا إن جسم المكينة دوت سابت في كل المكينات بنقدر نتكلم عليه بشكل جميل جدا ونقول وهو معدل حمل أجزاء المكينة ويزبك من الحديد الظهر ممكن تزود عليها كمان ومسبت بقاعدة خرصانية بصمولة ربط وأخرى إيه؟ زن طيب ليه يا مستر الكلام دوت؟ قال لي اللي منع اهتزاز المكينة أثناء العمل عليها يعني المكينة وهي إحنا شغالين عليها الصمولة الربط والأخرى الزن في القاعدة الخرصانية بتمنع عندي عدم اهتزاز المكينة بتخليها سابتة لأن المكينة عندنا يا جماعة شغال الصرع بتاعته بتتراوح ما بين 4 و 5 و 6 آلاف لفة في الدقيقة الوحدة قوة المكينة عالية جدا فلازم تبقى مسبتة بشكل كبير جدا ولكن أنا ممكن أعتمد على الجزئي اللي أنا قلتها ديت إن هي معدل حمل أجزاء المكينة ويزبك من حديد الظهر وديت تبقى إحنا اكتفينا وجابة نموزجية برضو عايز تزود من عندك حيطة مسبتة بقاعدة خرصانية ومربوطة بصمولة ربطة أخرى زن المعنى عندنا تزاز المكينة يبقى قطر خيرك وتبقى كده إجابة برضو كاملة طيب بعد جسم المكينة قال لي عندي الطارة الكرصة تصبك من الحديد الظهر مستوية السطح أفقية الوضع تتكون من جزئين يفصلهم عمود الإدارة تعالي نتكلم على كل جزئية ونقول إننا عندي سطح أفقي خلاص يعني القرصة نفسها مسطح أفقي بوضع أفقي زي مثلا المنددة أو كلام ده كله بتتكون من جزئين جزء أمامي وجزء خلفي طيب الجزئين دولت ليه؟ لأن يفصلهم عمود محور المكينة وتوجد مصطرة من الصب في نهاية كل طرف مقابل عمود الكساتير يرتفع كل جزء وينخفض بواسطة يد أو طارة مستقلة ويتكون عادة الجزء المقابل للعامل منخفض بمقدار الجبدة المطلوبة إيه الجبدة جماعة؟ إحنا تعودنا في سنة تانية أو في سنة أولى إننا عندي الربو اللي هي الفارة بيتتعامل بإيه؟ بحاجة اسمها الجبدة اللي هي زي الجزء اللي هو بيتشال من الخشب خلاص؟ كما يوجد بعض المكينات إفريز النصف التانية يبقى فيه نوعين من المكن نص بيفصلهم عمود وفيه نص بيفصلوا إفريز اللي هي الجزء اللي هو بيبقى بنقول عليه بديل للمسطرة خلاص؟ للقرصة وذلك الإمكانية عمل إفريز على المكنة بيبقى الجزء غاط السنة صغيرة بيفرق معي في إننا أعمل إفريز بشكل جيد إلا إن كرصة بعض المكينات لا يتحرك سوى الجزء المقابل للعامل فقط اللي هو بنعمل عليه سلب الأرجل تستخدم القرصة لوضع الأخشاب عليها أثناء العمل يبقى القرصة طبعا بتبقى فيها مساحة وراء الدليل المشغولات اللي هي الزاوية بنقدر إن إحنا نحط عليها المشغولات بتاعتنا بشكل عشان تريح العامل أو الطالب أو المدرس أثناء العمل على المكينات ما أقعدش كل شوية أجيب من الأرض وحط بحيث إننا ما تيرهقنيش وأقدر أعمل كمية شغل في وقت قصير طيب تعالي نتعرف على جزء تاني وهو عمود الكساتير إيه عمود الكساتير دوت يا مستر عمود الكساتير ده بنقول عليه منشور الشكل قطاعه مربع أو مسلس في كثير من الأحيان يكون الأسطواني ودوت اللي أنت حضرتك بتشوفه في الورشة في المدرسة بتاعتك تمام؟ ومعظم المكينات التصميم الإنجليزي هو بيبقى الشكل بتاعها وهو محمول على كرسيين محور بيلي ويجب تشحيمه طبعا التشحيم دوت في كل المكينات يا جماعة لازم يتحط ولازم إن المحاور نفسها بتبقى محتاجة ده حديد على جزء بيلي اللي هو رمان البلي بيبقى محتاجة تشحم عشان ما يحصلش تآكل للأجزاء الحديدية اللي هي سواء رمان البلي أو المحور نفسه من آن لآخر خوفا من التلف ويركب عند طرف العمود طنبور يأخذ حرقته بيركب إيه؟ الطنبور زي السير كده خلاص بيأخذ حرقته بوسطة إيه؟ السير من مطور مركب على جسم المكينات بوسطة السير ويركب على عمود الكساتير عدد من الكساتير وده اللي احنا هنتكلم عليها ان احنا بنقول ان انا عندي مشقبية في عمود الكساتير بقدر أركب عليه الكساتير زي ما أنا عايز طبعا الكساتير دي لازم تبقى محكمة بشكل جيد جدا دي اترقم واحد بتتآز بحاجة اسمها الميكرو ميلي زي البكوليز فيه عند الخراط لان نسبة البروز بتاعت السلاح بتفرق معي كتير جدا اي ميلي زيادة هيبوز لي حتة الشغل او هيخلي ان انا بعتمد على كساتير سابق كساتير اللي قبله تتناسب قطعا ويلاحظ انما كلما زاد عدد الكساتير طبعا كلما زاد عدد الكساتير حصلنا على عمل اقصر استقامة واسطح اقصر استواء طبعا الكلام ده يا جماعة لازم تبقى فاهم اننا لما اشتغل على تلت كساتير غير لما اشتغل على اربعة غير لما اشتغل على الخمسة كلهم بيصعدوا بعض لان قوة العزم بتاعة المكينة بتبقى ستة لف لفة لما يبقى اربعة كساتير او خمسة بيعملوا جودة شغل بشكل كبير جدا وبيأثروا على استقامة السطح وما بيرقوش العامل اثناء العمل على المكينة ماشي؟ طيب تعال هنشوف جزء تاني هنقول الزاوية او دليل المشغولات ديت تقريبا في كل المكان عندنا موجودة ومتغيرة من شكل الاخر طبعا بنقول معدى لضبط المشغولات المراد مسحها على الابعاد المطلوبة حسب الحاجة طبعا انا لو هشتغل في جزء من الارجل ببدأ ان انا اسيب زيادة من تلاتة لاربعة سنطي على المكينة ما بخلهش بالزبط عشان ما فيش جزء في طبة الخشب يقدر ان هو يهرب مني طيب وبعدين يا مستر قال لي تنزلك الزاوية اللي هي دليل المشغولات خلاص على عمود به كوائل لتقريب وابعاد عن عرض الخشب المطلوب طبعا الكوائل الخشبية ديت بنقول عليها زي المجارة الغنفرية بيقدر يتحرق عليها دليل المشغولات بمنتهى السهولة كما يمكن تثبتها في الوضع المناسب بوسطة يد مقلوزة طبعا اليد المقلوزة ديت بتفرق معايا جماعة وبتقدر ان هي تطلع معايا شغل او بتسهل حرقة الزاوية كلما دعت الحاجة اليها عمود عجلة او يد بنقول العجلة ديت متصلة بعمود الووض يتحرق داخل جشمة متصلة الجشمة ديت متصلة ايه بتعشيك التروس اسفل نصف القرصة لرفع وخفض كل جزء من القرصة حسب الطلب يبقى اليد ديت موجودة جماعة في كل قرصة يعني الجزء الامامي وجزء الخلفي جزء الامامي وجزء ايه؟ الخلفي طيب جشمة ديت معاشقة بتروس اسفل نصف القرصة بترفع كل جزء عايزة ارفع جزء الامامي بارفعه عايزة ارفع جزء الخلفي بارفعه على حسب ايه؟ على حسب الجبدة المطلوبة طبعا بتبقى فيه تدريجة جماعة جنب العجلة ديت بمدرجها بالملي متر بقدر انزل ملي اتنين تلاتة على حسب الجبدة اللي انت هتاخدها من الخشب تمام؟ تعال بص على رسمة المكينة ده طبعا رسمة مبسط للمكينة بنبص هنا ديت القرصة ده عمود الكساتير بيركب عليه الكساتير ديت الطارة لرفع وخفض القرصة دي طارة بتبقى جانبية كده ديت اليد بتاعتها برفع واخفض الجزء اللي هو قدام العامل ده الجزء المقابل لي بيبقى ليه طارة مختلفة طارة لرفع وخفض دي ايه؟ القرصة برفع واخد الفضل ايه؟ القرصة على حسب الجبدة يعني بص القرصة ديت بتنخفض بمقدار الجبدة عايز جبدة بيبدأ يظهر السلاح بتاعي بمقدار الجبدة طيب هو انا دلوقتي عايز اتنين ملي بنزل ديت نسبة الاتنين ملي عايز ثلاثة أربعة خمسة بنزل القرصة المقابلة للعامل ديت القرصة الايه؟ المقابلة للايه؟ للعامل طيب ده جسم المكينة ديت القعدة ممكن تزود حضرتك جزء ايه ده؟ وتكتب عليه مفتاح التشغيل مفتاح الايه؟ التشغيل طبعا ديت بنقول كرصة المكينة الجزء الامامي وهنا الزاوية اللي هي انت شايفها حضرتك ديت خلاص هو ممكن احط علامتين كده وقوله دوت الكساتير واباينها له برا الرسم نفسها طبعا الرسم دوت مهم جدا جماعة احنا بنحاول نبسط لابنائنا الطلبة الرسمة على قد ما نقدر بحيث ان لو طلب منك الرسمة في الامتحان او طلب منك ان انت تجي لك الرسمة وتحط عليها اهم الاجزاء تبقى ابنائنا الطلبة عارفين كيفية الامتحان بيجي ازاي يعني كيفية الامتحان بيجي في الرسمة ديت ازاي جماعة؟ قال لي انه ممكن يجيب لي الرسمة ويقول لي حط عليها اهم الاجزاء طيب ممكن يطلبها مني من الأساس يقولك ارسم مسقط رأسي أو جانبي أو مسقط يوضح أهم أجزاء مكينة الربو تعالوا نخش بقى على التشغيل التشغيل بتاع المكينة دوت ممتع جدا أول حاجة بنقول تجهز المكينة أولا بحيث يتأكد الصانع أن الكساتير مسنونة جيدا وأن لا يكون حدها القاطع أي فيها ختش يعني لازم تبقى السنون بتاعتها بنقول عليها على الشعرة ما فيهاش أي ختش خالص لأنه أي ختش هيطبع على الخشب وهيطلعوا بجودة احنا طبعا بنمسح الخشب بتاعنا مش عايزين فيه أي خدوش خالص فالختش اللي هيبقى في الكساتير هيأثر معايا على الخشب ويجب أن يكون الجزء الظاهر في الكساتير مستوي من الجهتين ويتحد مع باقي الكساتير وكذلك سمك الجزء المقشوط فيه الخشب متساوي طبعا بيفضل أن تكون الكساتير ظاهرة بدرجة كبيرة تحت سطح الأرصة حتى لا تكبد العامل طبعا دي بتفرق مع العامل كبير جدا لو الكساتير ظاهرة بشكل كبير بتقدر أن هي تعمل مشقة طيب أهرب من المشقة ديت يا مستر لو أنا عايز أشيل أربعة ملي أو خمسة ملي أو ستة ملي بقدر أن أنا أطلع كساتير بتاعي ملي أو ملي ونص أو اتنين ملي وأقدر أخذ جبدة أولى وبجبدة تانية وجبدة تالتة ديت بتبقى أفضل للمكينة وأفضل للعامل أو الصانع أو الطالب أو المعلم على المكينة خلص؟ طيب قال لي والضبطة هذه الكساتير فيه العمود تستخدم عدد يدوية خاصة أشبه بالميكرو متر طبعا قلنا الميكرو متر دوت جماعة عامل زي البوكوليز اللي بيستخدمه الخراء خراءة الحديد المعدن تسمى دليل الكساتير مع مراعاة مطابقة الحد الظاهر من الكساتير مع سطح الأرصة العلوي ويتأكد الصانع اللي هو الطالب أو المدرس من ذلك بمرور شعاع البصر بتاخدها وبتقول لي بلمحها بلمح الايه؟ بلمح الكساتير نفسه عليها كما يفعل فيه لمح كساتير الفارة العادية طبعا كل حاجة يا جماعة ديت عدة متطورة بنقدر نقارنها بالفارة ساعة ما كنت المدرس في سنة أولى بقول لك بص على سطح الأقلب الفارة ولمح الكساتير الفارة العادية أو الربو تثبت الزاوية بحيث يكون الجزء الظاهر من الكساتير أكبر قليلا من عرض الخشب المطلوب طبعا بنقول إن أنا عندي في الكساتير لازم أعمل حساب إن أنا عندي طبط خشب إن أنا أزود إيه؟ أزود جزء ولو سنطي أو 2 سنطي أو 3 سنطي بعيد عن عرض الخشب خلاص؟ مع الاحتراص إن ممكن تأذيني لو أنا مش أخد بالي من النسبة دي وطبعا يا جماعة الحتة دي أنا عايز أتكلم عليها بالنسبة لأمان الطلبة عندنا أمان الطلبة عندنا يا جماعة مهم جدا أنا عندي مكنة الربو كستير بيلف كستير بيإيه؟ بيلف طيب مهم جدا إن إحنا نتكلم على مهمة الأمن الصناعي في المكنة دي أنا عندي يا جماعة بقول أنا بسيب من 4-5 سنطي أو سنطي أو أي إن كان وحتى لو مش هسيب البلط اللي أنا بلبسه أو الأبرول اللي أنا بلبسه أو حتى لو أنا لابس اللبس عادي براعي إن أنا اللبس بتاعي ما تبقاش فيكم طويل ما يبقاش فيكم إيه؟ طويل طيب هيفرق معي إيه يا مستر في القم قال لي إن عمود الكستير دوت لو لقت جزء من القم هيدمر الطالب أو هيدمر العمل فدايما بنروعي إن إحنا أثناء مكنة الربو الزات المكنة بتسحب قوتها سريعة جدا بتبدأ إن إنت تشمر الأجزاء بتاعة قم البلط ديت من السيفتي اللي لازم رقم واحد قبل ما الطالب يخش على الماكينات لازم أأكد عليه طيب تاني حاجة لو أنا عندي مدرس وكان في مهمة خاصة ولابس جرافطة زي من اللي أنا لابسها ديت يراعي إن يقل على الجرافطة ما ينفعش يلبس جرافطة أثناء العمل على مكينة الربو المكنة يا جماعة بتلقط أي حاجة الجرافطة أنت ممكن ما تبقى حريص جدا وما تاخدش بالك وحوادث كتيرة جدا حصلت بسبب القصة ديت إن الجرافطة اللي إنت المدرس لابسها أو صاحب العمل عايز في خطأ ما حصل على الماكينة وهو عايز يورغوله قبل ما يخش على الماكينة رقم واحد يقل على الجرافطة الجرافطة لقدر الله ممكن تسحب العامل على الماكينة خطر فيبقى أول حاجة البلتو أو الأبرول أو اللبس اللي إنت لابسه ما يبقاش فيك مهم طويلة الجرافطة طيب أي سلسلة أي حاجة متعلقات بتأدي لإن هي تلمس الماكينة أو تلمس سطح الخشب ابعيدها خالص الماكينة الخطر بنسبة مليون في المية تمام؟ ده من الحاجات السيفتي الأمان اللي لازم سواء سايب زيادة في قلب الماكينة أو سايب لازم المدرس العملي أو المدرس النظري أو العامل أو أي حد يملك الماكينة دي ويبدأ يشغل عليها أي حد ينبه التنبيهات دي دي من أنظمة الأمان اللي إحنا بننبه عليها رقم واحد أو سفت الأمان بتاع الورشة رقم واحد نرجع لموضوعنا تاني عندنا بعد كده بعد أن تأخذ طبعا إحنا قلنا إن إحنا بنسيب في عرض اللوح جزء ثم تنقل الحركة إلى الماكينة بعد أن تأخذ الماكينة سرعتها الطبيعية يضع العامل أو الصانع لوح الخشط طيب ليه تأخذ سرعتها الطبيعية؟ لو أنا استعجلت أنفشايا ضغطة بسيطة واحدة واحدة حتى يكشط سطحه السفلي ويستعدل جيدا كما يمكن قشط اللوح عدة طرات حتى يضبط تماما إن أنا أخذ جبدة واثنين وثلاثة مش هتفرق معي خلاص؟ تعال طريقة عمل إفريز على مكينة الربو عفونا يمكن عمل الإفريز على مكينة الربو لذلك يعد خصيصا إفريز في النصف الثاني من القرصة في المسافة الخارجية وعندما يراد عمل إفريز يرفع العامل هذا الجزء من القرصة بمقدار عمق الإفريز الإفريز طبعا منقول محدد العمق والعرض أو مختلف العرض والعمق يعني مثلا إفريز محدد العرض والعمق منقول عليه واحد في واحد أو نصف نصف أو اثنين في اثنين على حسب ما انت عايز طيب لو الإفريز مثلا نصف أو سبع ملي فيه تلاتة سانطس زي اللي هو إفريز اللي في الباب عندنا بتفرق الكلام دوت وانت بتبدأ تاخد جبدة فيه تلاتة وبتبدأ تعمل العمق بتاعك على حسب ما انت عايز بكذا ضبطة مش ضبطة واحدة أما لو انت هتعملها محدد العرض والعمق بتعملها ضبطة واحدة سحب عرض الإفريز المطلوب ضبط الزاوية على القرصة حسب عرض الإفريز المطلوب تنقل حركة للمكينة ويمرر الصانع قطعة الخشب فيتم تشكيل الإفريز طبعا انت دوت لو الإفريز عندنا محدد العرض والعمق تمام طبعا مش شرطه تبقى دفعة واحدة ممكن تبقى على كذا دفعة لو انا مش عامل كثير لو انا عندي إفريز كبير وعندي الجابدة بتاعتي قليلة يعني مثلا لو الجابدة بتاعتي خمسة ملي وانا عايزة أعمل الإفريز بتاعي واحد سنتي ما اخدوش واحد سنتي واحد سنتي كتير جدا على المكينة بتاخده علي مرتين اللي هي جبدتين طيب طريقة الشطف على مكينة الربو تعال نشوف طريقة الشطف بنقول في حالة الشطف تميل الزاوية بالمقضاء بالقدر المطلوب اما في حالة سلب الارجل او الرجل دفعة واحدة على مكينة الربو بيخفض الصانع نصف القرصة المقابل بمقدار السلب المطلوب خلاص يعني انا دلوقتي عايز اسبل بمقدار مثلا واحد او نص سنتي او اربع ملي بميلها بمقدار السلب المطلوب خلاص ثم يضع الصانع الرجل المطلوب سلبها بحيث ترتكز من طرفيها على نصف القرصة الثاني اللي هو مش هتشطف والنصفة الاول من نصف القرصة ثم يمر العامل على عمود الكستير يعني فيه نصف في القرصة اللي مش هتشطف هيبقى الجهة اللي هي نحية العامل او الطالب او المدرس خلاص وجزء التاني اللي هو الجزء المقابل هو دوت اللي هنبدأ ان احنا نمر عليه الكستير او عمود الكستير فتتقشط او تسلب الارجل او الرجل دفعة واحدة طبعا ديت بالنسبة للمناضد او بالنسبة للكراسي او اي قطعة اساس فيها ارجل طيب استخدام غطاء الكستير في حالة تشغيل المكينة مراعاة عدم ديت يا جماعة ايه الصيانة الصيانة بتاعت المكينة استخدام غطاء الايه الكستير في حالة عدم تشغيل المكينة طبعا الغطاء دوت بيحمي لو انا عندي لا مركزية او مركزية في فصل المكينات اننا لازم احط الغطاء دوت بيحمي العامل رقم واحد الطالب او العنصر البشري ده رقم واحد عندي انا المكينة ديت رقم اثنين ولكن العامل او الطالب او اي كان اللي في الورشة ده رقم واحد عني يبقى باستخدم غطاء في حالة عدم تشغيل المكينة مراعاة عدم ظهور الكستير اقصر من اللازم حتى لا تجهد وبحيث لا تزيد الجبد عن 3 ملي خد بالك بقى من الحتة ديت جميلة قوي اننا الجبد عندي ما زوداش عن 3 ملي فيه ناس بقى عايزة تخلص شغلها بتخليها 4 و 5 و 6 ملي طبعا الكلام دوت غلط ولكن تنفع ولكن بتأذي المكينة وبتأذي العامل وبتخليها الضغط عليها شديد كما تقرار لعملية المسح مرارة ان كان السطح المطلوب مسحه مفتولا او مقعرا طبعا الخشب عندنا بيبقى فيه فتلة او مقعرا فبندطر ان احنا ناخد كذا مرة ان احنا نمرر قطعة الخشب عليهم مع عدم اجهاد المطور اقصر من 3 ساعات متواصلة طبعا بالنسبة للمكينة دي تكمل الجهد كله على المطور او عميد الكستير اللي بيوصل المطور فلازم تبقى 3 ساعات ده حد اقصى بعد ذلك تتوقف المكينة طيب 3 تسن الكستير من وقت لاخر وتسبت فيه العمود جيدا مع مراعاة ظهوره بمقدار واحد بحيث يكون ما يكونش مقرأة ده اللي هي بنقول عليها اللبة او الشرشرة او الخدش اللي بيبقى في الكستير خلاص طيب دي بالنسبة لصيانة مكينة الربو تعالى المكينة بقى الجميلة بتاعتنا مكينة التخانة وهي دي توظفتها تحديد تخانات الخشب يا جماعة او الاستخدام بنقول تستخدم هذه المكينة في تحديد تخانات الخشب بعد استعدال اسطحها على مكينة الربو من جهة وحرف متعمدين ويمكن للخشب بتخانة تبدأ من 5 الى 22 ملي يعني مكينة التخانة ديت يا جماعة من المكن المهم جدا اللي احنا بنقدر من خلاله نحدد الشغل بتاعنا بالذات لو انا شغال في انتاج اسمه الكان ماس برو داكشن اللي هو الانتاج الكمي الالي اللي انا محتاج اننا كل ملي او كل بالنسبة لنقر واللسان هعمل نقر واللسان لازم يبقى سمك الخشبة وعرضها واحد مية واحدة زي ما بنقول طيب هو انا دلوقتي على مكينة الربو يا مستر مسحت وش وحرف طيب هي كم فيها كم وش وكم حرف هي فيها اتنين وش وحرفين القطعة الخشب من الجهات بتاعتها كلها فيها وشين وحرفين طيب انا مسحت وش وحرف لما اجد خلعها على مكينة التخانة عشان حدد السمك اعديها على الجزء اللي انا عملته على مكينة الربو غلط طبعا انا اعمله على الجزء الغشيم يعني عمود الكساتير اللي احنا هندرسه دلوقتي في القرصة بتاعت المكينة بتاعت التخانة لازم هو اللي يتعامل مع الوجه الغشيم او الوش الغشيم الوش النعم بيبقى فين؟ على سطح القرصة تحت اما الوش الغشيم بيبقى فوق اتجاه الكساتير لان انا محتاج ان قطعة الخشب تطلع معايا وشين وحرفين مفهومش الهواء فانا استغل ان انا بحد التخانة وفي نفس الوقت بمسح قطعة الخشب بتاعت طب انا عملت الوش اعمل ايه بعد كده؟ الحرف التاني الحرف التاني اللي هو مش ممسوح برضو يبقى انا طلعت الوشين بتوعي والحرفين بتوعي ممتازين بحيث ان جودة المنتج بتفرق معايا واحد يقول لك طب انا كده كده انا بحد التخانة انا اي حاجة؟ لا بحد التخانة وبمسح هي اسمها عدد ايه؟ الله ينور عليه عدد مسح وتصفية يعني ان انا بصف كدهة الخشب وبمسحها في نفس الوقت طبعا يا جماعة لازم الكنام دوت يشوفوه بشكل عملي في المصانع ويتأكدوا ان الكلام اللي احنا بنقوله نظري هنا بتطبق بشكل بنسبة مليون في المية مش بنسبة مية في المية في الورش وفي الورش الخارجية وورشة المدرسة او لو هو عنده ورشة في البيت او والده عنده ورشة في البيت طيب تعالى نخش على اهم اجزاء المكيمة هنتكلم بعد كده على القاعدة القاعدة جماعة بنقول تصبت من الحديد الظهر على هيئة فرش معد لحمل اجزاء المكيمة ايه فرش دوت يا جماعة؟ طبعا معظم الطلبة احنا نتكلم بعقليتهم شوية ان عندنا اللي هي الفيسبا او المكينة اللي انت بتسوقها المكينة دي بتبقى ما تشيل منها المطور وتشيل منها العجل والكلام ده كله بتبقى دوت فرش ببدأ اثبت عليه الاجزاء بتاعة المكينة بتاعتي فبالنسبة لنا احنا في نجارة الاساس ده فرش بيبقى معدل حمل اجزاء المكينة هيحمل معايا بقى ايه؟ هيحمل غطأ ويحمل كساتير ويحمل عمود كساتير ويحمل حاجات كتيرة جدا هنتكلم عليها من خلال المكينة بتاعت النهاردة طيب تاني حاجة عند القرصة خلي بالك احنا عايزين نفرق ما بين القرصة والغطاء بنقول تصبك من الحديد الظهر سطحها العلوي مسكول بيه ماشقبيتين ايه ماشقبيتين دولة؟ مجريتين بتحرك فيهم ايه دولة يا مستر؟ اللي بتحرك فيهم درفلين؟ الدرفيل ديت عبارة عن شكل استواني الشكل عامل زي عمود الكساتير ولكن دي بنقول عليها درفيل سحب ودرفيل طرد طيب بيتحركان حرقة ايه؟ حرة يعني مش مقيدين باي حاجة هم هتودهم شمال شمال يمين يمين بنقول واحد سحب والتاني بيساعد على طرد قطعة الخشب خلاص؟ بتنخفض بواسطة عجلة تعشية تلوس خاصة متصلة باعمدة مقلوزة طبعا انا اقدر احرك الدرفيل ديت عن طريق طارة او قرصة بقدر ان انا احركها تقدر تطلع لي الايه؟ العواميد او الدرفيل اللي موجودة في سطح القرصة على حسب ما انا محتاج الكلام ده طيب تعالوا نخش بقى على باقي اهم الاجزاء الدرفيل جميل اوي الدرفيل ديت قصتها معانا وهي من الحاجات المهمة اللي بتيجي في امتحانات الدبلوم وهي اعمدة صوانية الشكل يوجد لها اشكال يوجد لهذه الماكينة اربع درفيل اربع درفيل هتنكلم على اتنين في القرصة واتنين في الغطاء اتنين منهم يتحرقان حركة حرة داخل ماشقابية بالقرصة اللي احنا لسه متكلمين عليها والدرفيلان الاخران مسبتان اعلى الماكينة مركب فيهم عمود الكستير ايه ده بقى ده عمود الكستير دوت موجود فين يا مستر قال لي موجود بالايه؟ بالغطاء بتاع الماكينة ليه؟ لانه هيبقى اعلى الكلام دوت وقابليه درفيل مسنن وبعده درفيل ناعم درفيل المسنن بيتحرك على علبة بنقول عليها جيل بيستر لتقليل حركة الماكينة طيب بصوا جماعة تعال تخيل معايا الماكينة سرعة الماكينة كم؟ قال لي بنها 4000 ل5000 لفها في شدية لو انا السرعة بتاعة الماكينة دية جبت قطعة الخشب وحطتها اول حاجة لو حد واقف في الطرف الاخر للماكينة هتموته لو ما موتوش هتأذي بشكل كبير جداً وهتأذي منتج حتى لو انا سبت من غير عامل ولا اي حاجة خلاص انت مت على سرعة الماكينة دفعت قطعة الخشب على الماكينة اولاً بتجي دي المطور تاني حاجة بتأذي قطعة المنتج او الخشب بتاعي سرعة بتاعة الماكينة بالذات ان انت مش متحكم فيها انت سلمتها للماكينة الدرفير خدها وسلمها الكساتير على طول بنفس السرعة بمجرد ان عمود الكساتير لقت اول جزء من الخشبة هتاخد سرعة الماكينة يعني 6000 لفها ديت هتاخد سرعة الماكينة قالك لا عمود الكساتير اللي في مكان ترابوه مكشوف إيه اللي أنا بقدر اتحكم فيه قطعة الخشب انا ماسكها انا المتملكها وبقدر ان انا اتحكم فيها بالضغط على عمود الكساتير طيب اومل ديت ايه حكايتها , قالك ان الكستير انت بتسلمه للدرفيل وهو بيسلمه لعمود الكساتير يعني انت مش متحكم فيها طيب انا ممكن اتحكم فيها وامس لك活 القطعة اخشب وسلمها هتشدك مع قطعة الخشب قوة المكنة عالية قوة المكنة فيه من 3 إلى 4 حصان قوة المكنة وفيه 5 حصان صرعة المكنة من 4000 إلى 5000 لفة هتبهدلة فأنت بتضطر أن أنت نركب طب الحل في القصة دي قال إن أنا بركب عمود كستير درفيل مسنن إيه مسنن دو عامل زي الترس شفت الترس الترس بالظبط ده عمود الكستير اللي هو درفيل المسنن طيب إيه اللي هيقلل الحرقة دي متصل بعلبة اللي هي تعشيء التروس هو بنقول عليه في الناحية العملية جيل بيستر جيل بيستر دو بيبدأ يقلل الحرقة بتاعة السحب يعني بيبقى ماشي أبناء أنا طالب أنا هجيب حاجة يعني قريبة زي شوية الفراخ اللي أنت بتشوفها في الشارع بتلاقي فيه ترس بيبدأ ترس كبير ترس بصغير بيبدأ يقلل حرقة المطور لأن الحركة التشوية عالية مش تستفد بيها فأنت محتاج إن انت تمر بالراحة ده نفس القصة أو نفس القصة اللي موجودة عندنا في مكينة التخانة إن أنا بجيب علبة التروس الخاصة دي اللي هي جيل بيستر وبتبدأ تنقل السرعة بتاعتي للدرفيل المسن الدرفيل الايه؟ المسن فبيبدأ ياخد قطعة الخشبة واحدة واحدة طب التسنين دوت أنا السنون ديت ما هتغرب في قلب الخشب هتشيلها إزاي؟ قالك إن الجزء بتاع غرسة السن في قلب الخشب عمود الكساتير هيشيله لأن الجاب ده بتاعته أعلى منين؟ من السن أعلى منين؟ من السن يبقى السن اللي بيغرب في قلب الخشب دوت كده كده يعتبره إنه هو مش موجود هيطلع من ناحية التانية أنت بتشوف فعلا الدرفيل وهو بيسحب بيبدأ يعلم إيه؟ عن الخشب ودوت مش مطلوب ولكن الكساتير وراه على طول بيمسح كل اللي هو عمله خلاص؟ لأن الجاب ده بتاعته أعلى منين؟ من السن اللي هو غرس في قلب القطعة الخشب طيب أنا عندي درفيلين فوق ودرفيلين تحت الدرفيلين اللي فوق درفيل سحب ودرفيل طرد اللي هو في القرصة طيب زائد إيه كمان؟ قال لي زائد عمود الكساتير زائد إيه عمود الكساتير يبقى القرصة بتحتوي على إيه يا جماعة؟ درفيل طرد ودرفيل سحب طيب اللي هي الغطاء نفسه طيب القرصة بتحتوي على إيه؟ على درفيلين بنقول ليهم مجرى؟ بنركب فيهم إيه؟ درفيلين طيب الدرفيلين دولت إيه؟ نعمين ولا مسننين ولا مسؤولين عن حاجة هم ماشيين في أي اتجاه أنت هتوجيهم فيه درفيل قبل عمود الكساتير ودرفيل بعد عمود الكساتير طب الدرفيل اللي بعد عمود الكساتير ده وظفته ايه؟ بيساعد على خروج قطعة الخشب بيسهل عملية خروج الايه؟ ايه خشب يبقى انا عندي اربع درفيل اتنين في الغطاء زائد عمود الكساتير اتنين في القرصة من غير عمود الكساتير حرين الحركة فوق عمود السحب مع عقارب السحة مسنن متصل بيجد البستور يبدأ يسحب قطعة الخشب التاني حر الحركة بيساعد مع الدرفيل اللي تحت في طرد قطعة الخشب طيب تعال نشوف الكلام العلمي احنا شرحناه بشكل فردي تعال نشرحها بالكلام العلمي قالك الدرفيل الامامي له اسنين كالترس لسحب قطعة الخشب نحو الكساتير بلقاشتها واخراجها من الجهة الاخرى حيث ان الدرفيل الخالفي الناعم يلاحظ ان الدرفيل العلوي يتحرق ببط بوسيطة التروس المركبة بجسم الماكين اللي احنا بنقول عليها علبة الجلبستر تمام والتي تغذيها تعشيق التروس بسرعة مختلفة حسب نوع الخشب يعني ممكن اعلي السرعة اللي ممكن تعليها بس بنسب قلص يعني لو عندي خشب لين اعلي السرعة شوية عندي خشب صلب محتاج ان انا اقلي السرعة ويلاحظ ان حركة عمود الكساتير عكس حركة اعمدة الدرفيل تمام تاني الحتة دي اتمهمة قوي ويلاحظ ان حركة عمود الكساتير عكس حركة عمود الكساتير ليه؟ لانك انت بتسحب ودود بيستلقى ويدي الاتجاه المعاكس بحيث انه يعمل عملية قشط لانهم لو كلهم في اتجاه واحد مش هتحصل عملية القشط ومش هتحصل عملية السحب تمام طيب تعالوا نتكلم على عمود الكساتير عمود الكساتير ده بنقول يشبه عمود الكساتير الربو مركب على كرسيين محور بلي وفوق كل كرسي مشحمة يبقى كرسي من كل كرس البلي الموجودة في حاجة اسمها مشحمة طيب المشحمة دي وظفتها ايه؟ قالك لتخفيف الحرارة الناشئة من سرعة دوران عمود المحور طبعا يا جماعة السرعة عندنا لازم يبقى فيه عملية تشحيم ودية من ضمن الصيانات ومن ضمن الحاجات اللي بتقلل درجة الحرارة لانك انت شغال على المكانة دية مش اقل من 3 ال 4 ساعات متواصلة فانا محتاج ان فيه مشحمة مش محتاج ان انا وقف في المكينة كل شوية شحمة بتبقى فيه على كل محور بالمشحمة بتبقى عبارة عن علبة بتبدأ المكانة تاخد منها احتياجاتها طول ما هي شغالة ويركب على احدى نهاتي عمود الكساتير طنبور الطنبور دوت ايه؟ تصل اليه الحارقة من مطور تصل عدد لفات عمود الكساتير لكم؟ لستة الاف لفة في الدية ستة الاف لفة دي في الدية دية يا جماعة رهيبة يعني ما نستهونش بحيطة لفات المطور عندي خمس تلاف وعندي ستة الاف لفة في الدية بتبقى سرعة المكانة فائقة جدا وممكن تأذي لو انا ما خدتش الاحترازات او ما خدتش الاحتياطات الامنية معايا اللي هي بنقول عليها السفتي طيب المصطرة بنقول مسبتة بصدر المكينة يعني جزء الامام للمكينة ومقسمة الى بوصات وسنتيمتر واجزاء من السنتيمتر اما المؤشر فيسبت فيه القرصة بحيث يتحرك فوق المصطرة يبقى فيه مؤشر فوق المصطرة المدرجة اللي هي مسبتة في صدر المكينة بيبدأ يتحرك على حسب منى احتياجاتي على حسب احتياجاتي طيب الاحتياجات ديت ايه؟ على حسب الجبادات اللي انا هبدأ استخدمها خلاص ماشي يا جماعة؟ طيب تعالى نشوف طريقة العمل على المكينة بسرعة بنقول تطبط المسافة التي بين القرصة وعمود الكستير بحيث يساوي تخانة الخشب المطلوب تصفيته بوسطة المصطرة او الدليل الموضوع على جسم المكينة وذلك بإدارة الطارة المعدة لرفع وخفض القرصة يوضع لوح الخشب على القرصة من الجهة التي يدار فوقها الدرفيل المسنمة فيسحب اللوح الذي ينزلق فيه الوقت نفسه على درفيل القرصة السفلي ويقدم الكستير القاشط ثم يسير لوح الخشب فيه الحرقة الى الابام حتى يكون مسطح سطحه العلو تماما ويلاحظ طير النشار طبعا فيه غطاء الكلام ده هو كله الى اعلى فتصطدم فيه الغطاء وتسقط سطح العلو وتسقطه قدام المكانة وبعد ان يمسح اللوح من سطحه العلوي يمكن اعادة قاشطها من الوجه الثاني اذا لازم الامر ونفس الطريقة وتقرر هذه العبلية كلما دعت الحاجة طالما انا محتاج ان انا اقلل لنسبة الخشب ببدأ ان انا اقرر عملية مرة واثنين تعالوا نشوف صيامة المكينة بنقول تسن الكستير من آن لآخر على حجر الجلخ ومسان الزيت التأكد من عدم موجود اي قطعة معدنية او مسامير منغرسة في قطعة القشب ده وقطر جدا في كل الماكينة على سطح اللوح المطلوب تصفيته حتى لا تحدث خدش في الكستير طبعا هتبهدل الكستير لو في مصمرة وكلام ده كله ويراع يمكن عزل حركة الضرفيل المسننة لسحب المشغولات بوسطة اليد المركبة بجانب التنبور المدرج يجب ان تسبت الكستير باحكام في عمود الاضغارة وظهور الحد القاطع للكستير بنسبة واحدة اذا قصرت عمل عدد اللفات عمود الكستير وزادت عدد الاسلحة كانت سطحة الممسوح على المكينة اقرب الى الاستواء عند اجراء عملية سلب الارجل يعد صندوق اللي هو تقاع مائل بنسبة مقدار السلب تعال نبص على رسمة المكينة سريعا كده ده الدرفيل المسنن اللي احنا قلنا عليه اللي هو درفيل سحب وده درفيل خلفي ناعم ده عمود الكستير باك فيه اربعة ممكن يركب فيه اكتر من كده ده الدرفيلين اللي في القرصة بنقول عليهم حرة الحرقة بص انا يهمين في الرسمة دي يقول لها حركة الاسهم بص حركة السهم فين بيتجي اللي فين وحركة تانية عكسها ليه العمود الكستير خلاص يبقى عمود دوت بص الدرفيل دوت يتحرك كده للاتجاه نحية اليسار وده نحية اليسار ده ناحو اليمين خلاص يعني بنقول ايه مع عيارب الساعة ده ضد عيارب الساعة ضد عيارب الساعة يهميني يا جماعة ان انت تبقى مركز قوي في اتجاه الاسهم وده تلقرصة بيها الدرفيل اللي هي بنقول عليها حرة الحركة طبعا يا جماعة احنا النهار ده خدنا مكانتين من اهم الماكينات بتاعة نجارة الاساس وهي مكينة الربوه ومكينة التخانة والمكانتين دولت بنقول عليهم المكان العملاق او المكان اللي هو بيبدأ يزبط لي جودة الشغل عندي مفيش ورشة لا غنى عن اي ورشة او مدرسة صناعية او اي حاجة من وجود المكانة بتاعة التخانة او مكانة الربوه لازم تتأكد حضرتك ان انت المكانة استخدمتها ايه اهم اجزاءها ازاي صينها السفت اللي هو الامان ده مهم جدا ان ابنائنا الطلبة يبقوا عارفين وعشان ما يقعوش في حتة ان تأذي اي سواء مدرس او طالب لازم ياخد باله من اخطار المكينة ويعرف ابعادها ايه سرعتها ايه وازاي اق نفسي وازاي اقدر اننا في حدود الامكانيات المتاحة اننا اق نفسي من الاخطار طبعا غطاء المكينة اللي احنا قلناه في الاخر ده وكان محتاج ان احنا نتكلم عليه ان طبعا في عندنا اشارة مركزية اننا بشغل المكينة في وقت واحد فممكن تأذي وانت مش تشغل على المكينة تبقى قاعد على المكينة او قريب من المكينة فبيجي وقت اللي هو الساعة بتاعت الراحة بتاعت المصانع بيشتغل المكين في وقت واحد فلازم يبقى فيه غطاء حتى لو انا قريب من المكينة ما تأذينيش طبعا مادة المعدات يا جماعة من المواد اللي هي بنقول عليها مواد جميلة تقدر ان ابناءنا الطلبة يستمتعوا بيها يقدروا ان هما يشوفوها بشكل عملي كبير جدا في الورش وفي المصانع وبيقدر ان هو يتعرف عليها من خلال الشكل العملي فالكلام اللي انا بتكلمه في الحلقة او الشرح بتاعنا النظري وريب من الواقع بتقدر ان انت تستفاد بيه بشكل كبير جدا بتقدر ان حضرتك الناحية التطبيقية توصل لك المعلومة من خلال احتكاكك بالمكانة بالشكل العملي بتاعت الى اللقاء في الحلقات القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته